يوماً بعد آخر يتكشف الدور الإمارات في اليمن ما لم يقوله الخطاب الرسمي تقوله حاشية الإمارات السياسية تغريدة للمستشار السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على تويتر لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم وهي تأتي امتداداً لنهج كرسته الإمارات منذ تدخلها في حرب اليمن تحت لافتة التحالف العربي لدعم الشرعية غير أن الإمارات كان لها سياستها واستراتيجيتها الواضحة منذ البداية إذ سرعان ما أوجدت سلطة موازية مدعومة بقوات خاضعة لها تمكنت خلالها من تحييد معظم المناطق المحررة وعزلها عن قرار الشرعية اليوم تبدو الحرب دون نهاية أو سلام يلوح في الأفق يحارب اليمنيون على أكثر من جهة خصوصاً بعد أن سعت الإمارات لصناعة الفوضى وخوض حرب ضد الشرعية في اليمن وتفريخ الميليشيات لدى كثير من اليمنيين تحول الصراع من اتزاع الدولة المنهوبة من قبل ميليشي الحوتين إلى الدفاع أمام عدو جديد بات يسعى بكل ثقله لسيطرة على المنافذ الحيوية والجزر وعلى رأسها جزيرة سقطرة ردود فعل غاضبة تجاه تصريح الإمارات في أوساط اليمنيين لكن تصريح بحسب متابعين كشف بجلاء لليمنيين بأن الإمارات دولة مارقة وشر محض وأن نواياها سيئة تجاه اليمن موجة الانتقادات حملت تساؤلات كيف لدولة وليدة أن تسعى لتمزيق بلاد كليمن الضاربة جذورها في عمق التاريخ الشرعية والقيادة السياسية هي الأخرى لم تسلم ردود الفعل الغاضبة جراء صمتها تجاه تجاوزات الإماراتية بحق مصير سيادة بلد وشعب كليمن